اشتركوا في القناة الشيخ بدر العامل حياك الله مساء الله بن نور أخيرا معنا الأستاذ أمجد المنيف مدير مركز سمت للدراسات حياك الله أهلا بكم وأهلا بظيف الكرام وإلى موضوعنا الأول يبدو أن مرحلة السكون والترقب بين أمريكا وإيران انتهت بعد أن خرج الرئيس الأمريكي برؤية جديدة حول علاقة الدولتين معتبرا طهران بأنها أكبر داعم للإرهاب في العالم معلنا فرض عقوبات قاسية على الحرس الثوري الإيراني وأعلن ترامب موقفه من الاتفاق النووي مؤكدا أن إيران تزرع الموت والدمار والفوضى في أنحاء العالم وفارضا عقوبات جديدة على طهران دكتور جالسر ما هي التأثيرات المرتقبة من قرار ترامب؟ لن أفرد في التفاول على ضوء التصريحات السابقة للإدارة الأمريكية الجديدة على لسان الرئيس الأمريكي على سبيل المثال المؤتمر المناخ العالمي في باريس الذي انسحبت منه أمريكا ثم تحاول الرجوع إليه وتطالب بتحسين الشروط الموقف في أوروبا الموقف في كوريا أرى أن هناك تصريحات تصريحات كثيرة جدا تخرج من الإدارة الأمريكية الجديدة ولكن لا يعقبها التزام بأفعال وهنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا أنا أتخوف منها إذا لم يلحق بهذا التصريح الأمريكي على لسان ترامب الذي أورد فيه جردة حساب طويلة جدا وجيدة وعدد فيها كل المشاكل التي لسنا فقط نعاني منها وإنما يعاني منها العالم نتيجة للسياسة الباطنية للحكومة الإيرانية كنت أنا أتوقع أن أعتقد أنت معني بالباطنية الباطنية التي أمام العالم تبدو كدولة مسالمة لا نمزح أقصد كونك طبيب يعني نعم في السياق فإذا لم يعقب هذا التصريح وجردة الحساب بالأفعال الإيرانية السيئة تصرف حقيقي يحجم إيران يعيدها إلى حجمها الطبيعي فأنا أخشى أن إيران سوف تتنمر وتتفرع ولذلك أنا حذر بناء على التصريحات السابقة التي خرجت من الإدارة الأمريكية الجديدة ولم يعقبها فعلا طيب دكتور ماجد أنت تشارك الدكتور جاسر التخوف أو التشاؤم أو عندك وجهة نظر مغايرة مساء الخير عندي مكعدة زوايا سريعة الزويا الأولى طبعا أي شيء يحدث تجاه النظام الإيران نحن نسوا عدابة لأن إيران خصمنا في المنطقة وآذة المنطقة يعني الآذة حقيقة في الملف العراقي السوري اللبناني اليمني وتنتقل حقيقة تنقل بؤرها الطائفية في مناطق مختلفة في العالم العالم العربي والعالم الإسلامي فهذا قضية قضية ثانية هو انتصار لرأينا السابق أن فترة أوباما الفترتين وجون كيري بالذات آذوا المنطقة باتجاهاتهم نحو إيران وتمكين إيران يعني ليس فقط زاوية الاتفاق النووي بل حتى التمكين الإيراني جو سياسيا في كثير من دول العالم العربي في العراق وفي سوريا لأن هذا إنكفاء زي ما ذكر الدكتور هل سيعقب أفعال وما يعقب الأفعال ولكن بحد ذاته بنسبة لنا إيجابي طبعا الإيجابية الكبرى إعادت إيران إلى البند السابع في مجلس الأمن وهذه الخطوة الحقيقية اللي هي بند العقوبات الحقيقي طبعا هل تملك أمريكا لا تملك لأننا لو رجعنا للاتفاق النووي هو خمسة زائد واحد يعني متعدد الاتجاهات مع الأطراف الأخرى في هذا الاتفاق نحن سعداء بالموقف الأمريكي نعم نحن سعداء أن الإدارة الأمريكية تعود إلى رشدها نعم ولكن يعني إذا لم يعني يكون هناك توافق دولي على هذا القضية لأن القضية الآن التي انكشفت أن الاتفاق يتضمن تجميد المشروع الإيراني عشر سنوات بمعنى أن تمنع إيران لمدة عشر سن أن لا تمتلك السلاح النووي ولكن بعدها تمتلك السلاح النووي أعطيت شرعنت امتلاك إيران للسلاح النووي هذا هو الخطر حقيقة هذا الخطر في عمق الاتفاق لذلك يعني اللي وينتهي عشر سنوات نعم من توقع الاتفاق نعم فمعنات أنه في هذا التاريخ سيكون هناك حق قانوني دولي لإيران لأن تمتلك السلاح النووي وهنا تأتي الخطورة فتقويض هذا الأمر إذا تبع زي ما ذكر الدكتور أفعال بمعنى أن تعيد إيران إلى البند السابع بند العقوبات بكل مؤسسات الحرس الثوري والمؤسسات الفاعلة في المنطقة وتحجم إيران في زاويتها وتعيد إيران من الثورة إلى الدولة إذا استطعنا هذا الأمر فهذا ممكن حقيقة ولكن أنا حقيقة يعني أتشائم من الموقف الأمريكي لأن في ملفات كثيرة جدا الخطوة الفعلية النهائية لا تتم لو استرجعنا الملف في السوري نجد أن هناك تصريحات ترتفع وتراتها عالية وتأخذنا معها في سياق معين هل في عهد ترامب ولا في عهد أوباما حتى في عهد ترامب الآن في عهد ترامب الآن نسمع وتيرة معينة تجعلنا ناخذ موقف سلبي من أطراف أخرى من أجل التحرك مع جانب الأمريكي ولكن نتفاجأ بأن السيناريو الأمريكي مختلف حقيقة عن بدايات التصريحات وهذه هي الإشكالية تشوف الشيخ بدر إلى الحين يا أخي النظرة ما هي متفائلة مع أنه يعني أنا مثلا كسعودي ومسلم وذا متفائل أو فرحان على الأقل بخطاب ترامب أنت إيش توقعك وهل أيضا ما هو المنتظر من تأثير الوضع الإيراني الجديد على القوة والميليشيات التي تدعمها إيران هو عموما أنا أتوقع أنه هذه الخطوة هي أحسن من لا شيء يعني لأنه إيران يعني حتى القرار خمس زايد واحد أتوقع أنه هو قرار أوباما ليس قرار الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت يعني وكل الإجراءات التي تتم الآن هي التخفف من المرحلة الأوبامية الإشكالية التي تواجه الموضوع هذا هو أن الإدارة الأمريكية نفسها غير متسقة مع بعض يعني فيه إشكاليات إلى الآن لم توحد القرار الأمريكي في كثير من الملفات وهذا الذي أشار للدكتور في قضية الربكة هذه اللي يقررون القرار ثم لأكله تبعات عملية بحيث ينجز يعني مثلا أمس هيلاري كلونتون قابلين في البي بي سي تتكلم على الكارثة التي ستحل بأمريكا جراء هذا القرار لو جراء قرار رفع العقوبات طبعا هي تشير إلى مصلح أمريكا الخاصة يعني تقول أن هذا يقوض الصورة الأمريكية وصورة أمريكا قدام الناس في أنها لا تلتزم بقراراتها وأنها ممكن أن تنقض فتنظر لها من هذا الجانب طبعا هي في النهاية كانت تدعم إيران وسياسة إيران ومتوافقة مع رؤية أوباما في المنطقة لكن أنا أتوقع أن الإشكالية داخل إدارة أمريكية أنه لا يوجد توافق حتى بين أوباما ووزير خارجيته تقصد ترامب ترامب وهذا الذي يجعل الناس تتكلم الآن عن إيقاله واستقاله الوزير الخارجية بحيث أنه الوزير الخارجية الأمريكية الآن محمل بالمرحلة السابقة يعني كان متوافق معها أكثر من توافقه مع ترامب كذلك يعني المؤسسات يعني الخفية داخل أمريكا لتوجه ضغوطات ضخمة على ترامب أنه ما يمضي في هذا الاتجاه ولذلك هذا اللي يجعله هناك حقيقة ربكة كبيرة يبش دور وش تتوقع دور مثلا بلد مثل المملكة العربية السعودية في تحفيز أمريكا وبعض الحلقة لتنفيذ مثل هذا أنا أظن أنه هذه من تضاعيف سياسة المملكة العربية السعودية في مرحلة ترامب يعني زيارة ترامب توسيع إطار يعني إطار التعاون الاقتصادي بشكل كبير ضخمة العقود التي توقعت مع مملكة العربية السعودية الاثباتات التي تمت يعني لما فعلته إيران خلال العشر سنوات التي خفف عنها قضية الحصار خاصة المالي وسع نشاطه في ميليشيات في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وغيره فهذه كلها هي عمل دبلوماسي سعودي في الأساس أقنع الإدارة الأمريكية بأن خطوة التعاون السابق مع إيران أعطاها مجال للشغل بالجغرافية بشكل كبير وهذا سيهدد مصالح أمريكا في المرحلة الأولى وسيهدد مصالح يعني دول المنطقة الشي الثاني نتوقع أنه علاقة المملكة العربية السعودية واتجاه الإيجابي تجاه روسيا هو كذلك حفز أمريكا لاتخاذ مثل هذه الخطوات يعني تتوقع يعني أمريكا تريد أن تحضر من جديد في المنطقة من خلال أننا حننا ممكن ندعم سياساتكم تجاه إيران إذا كانت تشكل عليكم قلق هذا يبقى الآن دور الأمم يعني الدول العربية والدول الخليج والمملكة العربية السعودية بسياساتها الخارجية في الضغط على أمريكا في الاستمرار بهذا القرار ودراسة يعني الأحداث المتوقعة من هذا القرار في سياسة إيران الخارجية والداخلية وهذا ممكن أنها حقيقة يعني هي فرصة للدول أن تتوجه إلى إيران بضربات مفصلية في سياستها حتى تنكف من داخلها وتترك مشروعها توسعي طيب أستاذ أمجد أنت وش تتوقع أيضا ما الذي ستفعله إيرانا مثلا لتلافي مثل هذا التطبيق يعني جميل طبعا قبل الإجابة خلنا نعود إلى مرحلة التفائل والتشاؤم اللي يمكن أنت شرطتها مع الزمالة نحن بدون تفائل بدون تشاؤم نحن نتعاطى مع تحليل خطاب يمكن هذا الخطاب الأشرص على مستوى رؤسة أمريكا الموجهة ضد دولة رسمية يعني كانت لهم خطابات خلنا نقول مشابهة ضد جماعات متطرفة جماعات إرهابية أو ما شابه لكن لأول مرة يكون بهذه النبرة ناولا كانت كان الخطاب شرس حاد صارم مباشر سمى الأشياء بمسمياتها تحدث ذكر الخليج العربي بالاسم يعني كان هناك هل تتوقع أن هذه متعمدة أكيد أنها متعمدة نعم نعم كانت في نبرة جديدة في الخطاب استعرض فيها الإرهاب الإيراني سواء تجاه أمريكا أو تجاه المنطقة بشكل كامل لكن طبعا لما نعود للخطاب هو كان يستعرض استراتيجية أمريكا ضد إيران هو تقريبا حللها أو خلينا نقول لخص في أربع ناصر العنصر الأول هو العمل مع الحلفاء لتقويض نشاط إيران الإرهابي سواء في المنطقة أو في العالم الأمر الثاني هي فرض عقوبات إضافية على تمويل إيران للإرهاب بالكامل العنصر الثالث الذي كان يتحدث عنه هو فرض عقوبات على مضيها في تجارب الصواريخ تحديدا البلستية على وجه التحديد الأمر الرابع هو كان يتحدث عن التأكيد على عدم مضي إيران لامتلاك السلاح النووي فهو عنده على الأقل عناصر واضحة يتحدث عنها ما كان يتحدث بشكل عشوائي حدد أربع عناصر هو يعمل عليها بشكل دقيق ومركز الأهم من هذا كله هو لأول مرة يتم الحديث عن المرشد الأعلى في إيران لأول مرة يتم الحديث عن حرص الثوري الحرص الثوري بالنسبة للإيرانيين هو أهم من اتفاق النووي صحيح عندما يتحدث عن الحرص الثوري أنت تتحدث عن الأمن الداخلي في إيران أنت تتحدث عن دعم الميليشيات الإرهابية في في سوريا في لبنان في اليمن في بدليل قائد الحرص الثوري كان يعني يشير إلى أنه لو حصل أي شيء تجاه الحرص الثوري سنستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة لو تلاحظوا أنه حتى الحكومة الإيرانية استفزت خلال تقريبا نصف الساعة كان الرد وكان الرد عشوائي وأنه ما في شيء مهم وأنه يعني كان رد عائم فواضح أنه حتى الحكومة الإيرانية شعرت بمدى جدية هذا الخطاقة طبعا بالنسبة لدور السعودية أعتقد أنه السعودية قدمت الضمانات الممكنة كون أنها تقود المنطقة من خلال سواء زيارة الأمير محمد بن سلمان لأمريكا ومقابلة ترامب أو من خلال قمة الرياض بشكل كامل وتحديدا من خلال العنصر الأول في الاستراتيجية اللي هو العمل مع الحلفاء لذلك أعتقد أنه فيه تعاون أكبر الفترة المقبلة حيكون بين أمريكا والسعودية بشكل كبير بس بشوف قبل ماجد تور ماجد ودي أسألك عن أنه هل يمكن للمملكة أن تؤثر في موقف روسيا من هذا الخطاب وشوفه من فترة يعني ليست قليلة أو أنه هل كان تنبحث مثل هذا مثلا في زيارة لا هو شوف هو طبعا فيها زاوية مهمة وطبعا الاتفاق النووي روسيا تكسب من خلاله من خلال تعاون النووي مع جانب الرياض وهذا بعد اقتصالي الجانب الثاني بدأ يتحرك في الداخل الروسي هاجس من القلق تجاه إيران ومشارع إيران في المنطقة المنطقة الجيوسياسية بالنسبة لروسيا هناك تمدد إيراني في المنطقة أصبح هناك عند بعض الخبراء الروس قلق من هذا الأمر قد يكون هذا أحد المداخل الأساسية والجانب الثاني تنامي العلاقات السعودية الروسية سيعطي روسيا اطمئنان لوجود منطقة لها في حال التضييق على إيران مع اعتراض روسيا وبعض المؤيدين لها شوف يعني احنا لو نشوف العشر سنوات الماضية نجد أن أن الأفق المنفتح مع إيران هو الأفق الأمريكي أكثر من الروسي يعني حتى أن الروس أوقفه الـ S300 من عام أظن 2006 أظن يعني حتى إلى الآن ما بعد السلم المنظومة انسجاما مع التوجهات الدولية الجانب الآخر أن الروس قبل زيارة الملكية فما بالك بعد زيارة الملكية يعتبرون هناك مؤشر مهم جدا في تحركاتهم الدولية والإقليمية في المنطقة بالمزاج السعودي يعني يراعون هذا الأمر وصرحوا أكثر من المناسبة أن يعني في بعض القضايا يرتفع الأمر كاليمن على سبيل المكان يهتمون بالمؤشر السعودي بالمزاج يشعر فيها القضية أن لا يؤثر على هذا الأمر فهو قاد يكون هناك أكثر من مدخل فيما تصحب الملف النووي في استثمار النشاط الحالي في العلاقات السعودية والروسية في توظيفها في هذا التجاه ممتاز دكتور جاسري أحاول أعطيك جرعة تفاعل ما في شك أنه من 2003 استعانت الإدارة إدارة جورج بوش وبعدها إدارة أوباما بإيران لتنفيذ أجندة أمريكية بالأساس وهي تفكيك المنطقة قدر الإمكان ثم إعادة البناء للمصلحة الأمريكية أولا الآن الإدارة الأمريكية الجديدة أدركت أنه كل ما نفذ سار لصالح إيران وضد مصالح أمريكا وخسرت أمريكا أرواح وخسرت أموال ولم تكسب على الأرض أي شيء والآن أدركت الإدارة الجديدة أن هذا كان خطأ وأن أمريكا وقعت في فخ فأنا عندي أمل أنه من هذا المنطلق تريد أن تصحر فاصل ثم نعود إليكم ترجمة نانسي قنقر